مملكة البحرين مملكة البحرين مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم على ترسيخ أوجه الاستقرار الدولي من خلال اتباع سياسة خارجية متزنة قائمة على التعاون والتفاعل مع قضايا دول العالم والدفاع المشترك مع الدول المسؤولة لمجابهة جميع التحديات والظروف التي تمر بها دول العالم واستمرارا لمساعي مملكة البحرين الدؤوبة فقد حرصت المملكة دائما على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية لأهمية دوره في حفظ أمن واستقرار المنطقة إلى جانب تعزيز الترابط والتنسيق العربي والعالمي المشترك وتركيز الجهود وتكاتفها لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام والاستهار في المنطقة فلم تدخر المملكة جهدا إلا وبذلته لتمكين شعوب المنطقة وبالأخص الشعب الفلسطيني الشقيق من النمو والاستهار أن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي يستدعي من التعاون والتضامن والعمل المشترك الفاعل تلبية لتطلعات شعوبنا نحو السلام والنماء والازدهار وفي هذا السياق نؤكد على أهمية استمرارية عمل القوات البحرية المشتركة وتفعيل قوات واجب مشتركة إضافية بالنظر إلى دورها المحوري في حماية الملاحة الدولية ولطالما اختارت مملكة البحرين طريق السلام نهجا وخيارا استراتيجيا لإحلاله في ربوع العالم ومحاربة فكر التطرف والغلو الكراهية فبذلت البحرين بسواعد رجالها البواسل وبالتعاون مع الدول الحليفة والصديقة جهودا متواصلة لملاحقة مصادر تمويل الإرهاب لإنشاء منطقة خلية من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط وتأمين أمن الملاحة البحرية والجوية في ظل التعاون الراسخ بين قواتنا البواسل والإسطول الخامس لمواجهة التحديات التي تحد من حرية الملاحة والحفاظ على التدفق الحر للتجارة البحرية في المنطقة والعالم